موسيقى بالنسبة للفيروس الكورونا اللي الجميع كي سمع به حالياً وكين واحد تردد وواحد خوف من هاد الميكروب اللي كنسمعوه فيه بأنه بذكي الشح والعداد ديال الدول هو أول مرة كي تكتشفش طيبياً وبالطبع في الصين وبان بأنه هو السبب ديالو جاي من الحيوان ومازالك تتدخل أمور ولكن المشكل ديالو أنه كي تتنقل من الإنسان لإنسان آخر عن طريق الهواء طرق أخرى غير مؤكدة وهو الأعراض ديالو مختلف ومتنوعي ممكن نتكلمو عليها الأعراض ديال هاد الفيروس الكورونا هم كيشربو الأعراض ديال أنواع ديال اللي كيدروا أنه بمثلا الكحبة بالصخانة بعد المرات أوجاع في السدر أوجاع الرأس كذلك يعني عادية من بعد هذا هو المشكل أنه كتتحول وتنتقل الجهاز التنفسي والخصبات الهوائية الداخلية اللي كيمكن تستطيع عليها نعكاسات خطيرة فيما يخص جهاز التنفسي وبالخصوص أنه كيمكن عن طريق هذا الميكروب هداية تجيط تحفونا أخرى اللي يمكن تعطيه خطورة الحالة واللي كتستوجب الاستشفاء بسرعة باش الإنسان يمكن يتعالج والإمكانية ديال العلاج ما زاله في الطريق لأنك لنا أبحث ببحث صفة قوية باش يحددوا أولا الطبيعة العلاج الأول اللي بالطبعه هو عن طريق الاستشفاء والعزل ديال المريض وتأتها مثلا أدوية مضادة للأعراض اللي عنده ولكن كذلك أدوية اللي كتكون كتقوية المناعة دياله ويمكن بالمرض كي يستلزم أنه يصل للإنعاج في الحالات الخطيرة الآن ده حالي البحث اللي جاري هو أنه والبحث عن تلقيح وهذا التلقيح هو اللي غادي يمكن باش يكون واحد الحماية ديال المواطنين تجاه هاد المرض ديال الكورونا اللي هو ماشي سهل ولكن مخصوش شي مثلا يوصل لحد أنه يرعب عباد الله ويخوفهم الظروف حاليا ما هي كنظن بأنها مضبوطة وغادي يتلقى لها حل في أقرب الأجل طرق الوقاية طرق الوقاية هي بكل صراحة هي الوقاية بجميع الأمراض التعفونية اللي ممكن تكون اللي ممكن تكون اللي ممكن تكون جارتين أخرى وهي أولا غسل اليدين ثانيا أنه النظافة ديال الجسم الإيثان ثالثا إلا كان شي واحد اللي مريد أنه تكون قريبة عادية يدير واحد الحماية من جيته باش ذاك الغشاء اللي كيمكن يدير باش يحمي المريد ويحمي رأسه باش يدير وإلا كانت زعما عنده أعراض خصوه في أقرب الأجال يتصل زعما بالطبيب ولا المسشفى باش يمكن لي يدقوا وشكين ذاك الفيروس ولا ما كيش لأنه كان حاليا ديالتس اللي غيمكن يمكننا مناشي لكان في حالة هذا غيمكن يكون إستفاع ديالو والعز ديالو والأمور تنشيف الانتجاه الصحيح هو الآن كينا واحد المسائي ديال الحماية اللي كتديرها واحد العدد ديال الدول أنه مثلا اللي كتعود تجيب الناس ديال لها البلدان ديالها وتما بالطبع خاص ضروري يتأكدوا واش عندهم ذاك اللي بيكروبون هذي وسيلة من الوسائل ديال الحماية ديال هذي الوطن لكن المشكلة أنه الجرط ما كذب خمسطاش ديال تقريبا في الدنيا أخوان ما تبال الأعراض الأول هذه المرحلة التي تكون خاطرة يمكن أن يكون واحدة آدي وفي ذلك المرحلة يمكن أن يدوز المرطنق خاصة في أول ما تبال هذه الأعراض يجب أن يشاهد الطبيب لكي نتأكد ما تبال يمكن أن يشكرها ضعيفة جدا ناظرا أنها تزو كاميرا كثير ولكن دائما الوقت هي مهمة في الالتجاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر